وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب آخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع انحاء الجمهورية فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر في اطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية واصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع الشهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنفسية وتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة